معانا حيالله العرب كل العرب حيالله المسلمين كل المسلمين من كل البقاع من كل بقاع الدنيا من الشرق أو الغرب تحياتنا للجميع العرب والمسلمين واحد إن شاء الله تصور محمد اسمك يا حاج أخونا عبدالقادر يا هلب عبدالقادر من الجزائر الجزائر هذا الشعب الأصيل هذا الشعب المقاوم تحياتنا للجزائر العراق العراق من العراق تحياتي للجزائر كما قالوا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر الإرادة والصمود تصنع المستحيل شكرنا وتقديرنا للفريق التطوعي اللي يعمل على هذه الأمكنة على صيانة هذه الأمكنة للزائرين من أي مكان؟ من إي مكان؟ من فاكستان من فاكستان يا هلا حاجة ما رأسك من أي مكان فرنس فرنس من جزائري جزائر بس هو الآن ساكن بفرنسا اسمك رفيق يا هلا برفيق ما شعورك أنت وصلت لهذا المكان مع فاملية مع العائلة وعندي ثلاثة أولاد ما شاء الله موفقين السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله 80 80 70 ما شاء الله موجود؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اوز باكستان باكستان نجدد شكرنا و تقديرنا لمصورنا محمد مالك الشمري على هذه التغطية الرائعة ترجمة نانسي قنقر هذا المكان محمد ويانا هذا المكان الذي يتسع لعدد من المصلين يؤدي المصلون صلاة النوافل صلاة مستحبة في هذا المكان المترجم للقناة المترجم للقناة طبعا احنا وصلنا للقمة قمة جبل النور وصلناها بس راح ننزل وين؟ تقريبا عشرين متر راح ننزل الى الغار اللي قلنا لكم الروح الى الغار غار حراح من اي مكان حجي؟ تركيا صور الحاج من تركيا سلام عليكم وصلنا الى قمة الجبل الحمد لله رب العالمين سالمين غانمين المسافة siento مئة اربعين متر استغرق الوقت الساعة الى السعود والحمد لله رب العالمين يلا يا محمد وصلنا الى قمة الجبل والحمد لله بطريقة شاقة والحمد لله وشكر وصلنا للغار اللي كان يتعبد اهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين للغار وصل من أي مكان نحيي شعب الباكستان على الرأس تحياتي لباكستان يلا يا محمد طبعا الهبوط إلى الغار حاد جدا حاد مثل ما جاء يشوفون صورة الحمد صورة خلي شوه مشاهد طبعا مثل ما تلاحظون زحام شديد صورة الحمد صورة الحمد صورة الحمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنطيقا